السلام عليكم ومرحبا بكم فليدي ليس دواليد ان شاء الله هتكونوا كامل بخير وعلى اخر اليوم راح تشوفوا معي الوصفة الولى اللي درتها لكم للعيد هاد النوع هادت تاع الصابلي اللي راهو داير حالة صابلي الورقة راهو بزاف يديروها بشوكولة يعني نوار ولا شوكولة بالحليب انا درتوا بشوكولة بلون وفوريتوا الداخل بكراموبر بيدوق البرالينة تاع النوازات وازدرت له الكلمات تاع البندق تانيك بزاف بنينها تصابلي وما مشكلتها يجي بزاف شباب نبدو نشوفوا طريقة التحضر اول حاجة نحضرها يلا بات صابلي هنا احنا نحتاج ميتين وخمسين قرام مارقارين اللي تكون طرية كيف ما راكم تشوفوا فيها وش راح نزيد معها راح ندير السوكر السوكر غلاس نسحق هنا مئة وخمسة وعشين قرام بالكالس راح يجيكم قيس قيس كالسدك اللي ما فين كيلب اللي يرفض ميتين وعشين ميلي لتر نسيير السوكر غلاس تعي وبعدها راح نزيد له قرصات على الملح راح نزيد له دوكل البيض عندي حبة تاعة البيض تكون كاملة وحبة صافر راح نضيف كلش مع الول هكدايا نخلي غير مع الخر الفارينة والميزينة والخميرة هنا درت لفاني تحبو تستعملوا لفانيلي كي تحبو تستعملوا بودر وهنا درت مغير فا كبيرة تعال البرالينة تعال نوازات سواء تشروه ولا تحضروه فضل يعني ترحو تحمصوا البندق وترحيوه كيكون دافي في الرباح تاوني يولي لكم كيشغل زبداب ولا تقدروا تستغنوا عليه في الوصفة هادية هو راح يزيد في البنة يعني ماشي حاجة إيسانسيالي لازم تكون المهم خلط كامل مكونات ليدرتهم حتى نقولوا يا هكدا بهات الشكل كيشغوليوم بواماد ومبعدة راح نجي نضيف الميزينة عندي مغيرفة كبيرة تكون مع مراملاح تاع الميزينة ونسحق تاني كمغيرفة صغيرة تاع خميرة الحلوة ونخلطها بهكدا ومبعد نبدأ نضيف في الفارينة ونطم العجينة تعيحتي وتشكل العجينة اللي تكون طريقة وما تلسقش في اليد العجينة تعيحة هي واجدة كما راكم تشوفوا فيها تحبو تخلوها تريح باش تجيكم الخدمات سهلة تحبو تبدو تفاصلوا فيها ديركتو معيني تقدرو تانيك هاي لك هاي لك نشوفها ما تلسقش دوكا وشا راح ندير على قبلكم لابات صابلي تكون شوية يعني فراجي تتكسر مع الحلان تاعها راح نستعمل صاشي هدايا ليكون تنصبانو تاع الخبز ولا نحله برك نقطعه باش يكون محلول كامل ونحط فيها العجينة تعيحة ونزيد نغلق عليها الصاشي هذا ونبدأ نحل بالحلال حتى وان تتحل العجينة والسمك تاعها من ديروه شرقيق بزاف ومن ديروه شغشين بزاف السمك يكون واحد ربعة ميلي متر باش صابلي تاني يجي يجي عالي ويجي شباب انتو ما اذا حبيتوا تديروه العجينة تاعكم اللي صابلي تاعكم قو شوكولات قدروا يعني في العجينة تديروه مغارف كبار تاع كاكاو كي تكونوا تطمو فيها قبل ما تضيفوا الفاينة تزيدوا الكاكاو ونبعد تطموها بالفارينة هناني جبت طابعتها ايه هدا الى حنطبع به يكون بهذا الشكل هاولك يعني السمك تاع العجينة كيفاش يكون ونطبع الحبات التوعية كامل ونبعد نرفضهم نحطهم في سنيوه ونطيبهم على مية وتمانين درجة حتى يتحمروا لي تحميرة خفيفة ماشي بالزب وما تخلوهمش بيوضة تاني كخدش ميجوش ابنة اللي صابلي كيكونوا بيوضة المهم نوح نوح نوش دولها كرام وابع تاعنا هنوش نسحق عندي مئة قرام تاع مارغارين ولا زبدة اللي تكون طرية راح نحطها في الريسيبيون بعد راح نزيد معاها قيس مغارفة كبيرة ونص تاع سوكر غلاس يكونوا شوية معا مارين ورح نزيد مغارفة كبيرة تانيك تاع البرالينة تاع النوازة تاهدك اللي قلتلكم استعملتوه في العجينة ورح نزيد نستعمله في لاكنة موبر خدشي مد بنا بزاف هيلو ومبعد مباشرة احنا نبدأ نخلط فلاكنة متاعي بالباتر حتى ينسجموا لهذا المكونات ونزيد نكمن خلط حتى ينطلع لعني اللاكنة موبر تولي خفيفة وتلاكو الارتحات هنك تبيات شوية واذا ما حبيتوش تستعملوا البرالينة في الكراموبر بانسور ديروا الدوق اللي حبيتون ما تحبو تستعملوا ديروا ديروا شوكولة اطارتين تزيدوها معه باش يجيقوا تاع شوكولة انتو ما ودوق انو كاي تحبوها في الكرام تاعكم الكراموبر تاعدوك راه واجده رح نعمرها ديرك في انبوش ونجيب الحبة تاليصاب ليكونوا الطابوخ ليتون بردو رح نجي ندير فلوتور تاع الحبة كامل باش لعبالكم تحكم الحبات عصاب لي باش الحشو اللي نديروها الداخل ما يخرج اذا حبيتو تعمروها بغرب تقدروا واذا حبيتو تزيدوا تفوريوها الداخل بكريمة احد اخرى كما رح ندير تقدروا بيانسور شفوش رح ندير نخلي غير الوسط هكدايا في هالفراغ ونجيب كريمة تاع البندق يعني هذك بات اطارتين هذك تاع دوق البندق يعني كل شي بندق في بندق باش تجينا الحلوة بنائنا نعمرها لداخل كامل بها ديك وهد لاكرام لازم نديرو لها لاكرام اوبر فلوتور خاطر شو هي تجي شوية سايلة هكدا لو كان نديروها غير وحتى تخرج لنا من الصابلة وما يجينا الشباب وما يشتروحوا اسمع لاكرام اوبر هي اللي حتحكمنا الحبات عصاب لي نغلق الحبات عصاب وبعد نجيب لاكرام اوبر نزيد نعمرها في الحواف كامل وين الفراغ هذك باش شكل تاع الحبه يجي شباب وجي متماسكو ولينافيني سيونده حجي شابه كان بزاف ناس اللي يشوفوا الصابلة كيكون محمر ملاح يقول لك صابلة يجي يابس والعكس يعني الصابلة مع جاملة يكون يابس ما متحمره بزاف ويطره يطره العكس يعني كيكون بيض اللي يتحسوه شغل ماشي طايب ما يجيش بنين كامل كيتحمره هكدا تحميره خفيفة راح يقعد شو يابر صابلة يعني ما مبالي الى راح يطره ما يقعدش القلم هاشا متقعدش فيه بزاف سما يعني تحملوا الصابلة تاعكم باش يجيكم ببنين هنا كنت دوبت خمسمائة قرم تاع شوكولة بلون يعني هادك البديل شوكولة في جي كاو دوبتوا في حمام مائي ولا تنقصوا النار كامل ما لازمش تزيدوا لها وده تلو شوية تاعزيت ما كتر تلوش واحد خمسمائة قرم دهت واحد مغير فاكبيرة تاعزيت هاكدايا واننا نقلاسي الحبات تتعلي صابلة تاعين نقطرهم مليح ونحطهم فوق بابير كويسون ونزيد نكمل القلاسي كامل حبات ونبعد قبل ما نشفي القلاساج راح نجي ندير شوية نواة كوكو من فوق يعني التزين حبيت نديره بالنواة كوكو كاينلم يديروه في يديروا للقلاساج تاع شوكولة نوار يديروا له الكاكا من فوق انا حبيت كدرت له بشوكولة بلون حبيت ندير له نواة كوكو يجي شباب معاه نديروا هكدا شغول غير وفي الوسط نخليه فارغ ومن جهة اخرى كنت وجدت هنا هذيك الورقة هذيك تاع هذا الموديل هذا اللي راهو بزاف في دور هذي الامات تاع الورقة كنت عمرت هذيك المول هذي اللي يجي ترانسبانون تاع الورقة هذيك عمرته بشوكولة بلون خليتها تجميل شوكولة بعد نحيت هذي موليت هذي المول ولي قعدت لي هذيك شوكولة بلون قعدت لي شوية عودت دفيتها ودرتها فوق الحبات عصابلي باش نلسقوا بها هذي الورقة هذي ونحط الورقة في الوسط كما راكم تشوفوا بهذا الشكل هذي ومن بعد راح تجب تدك اللي كده اللي كده هذا دوري كان اللي يستعملوا لها فودر ويزيدوا لها شوية اللاكول يعني كان اللي يستعملوا لناكري هذيك ويخلطوا له شوية اللاكول ويجوا يزينوا به أنا اللي كده هذي لقيته يتباع واجد يعني يتلقاهوا هكدا فقرعه باش ديركتو مت تزينوا به وهي لك الحلوة يعني كما راكم تشوفوا تزين تحها سامبل وتجي شابه وتجي بزا بنينا صرت يعني بنا تحها بزا بنينا ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم اذا عجبتكم ما تنسوش تديروا الناجم تابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل الوصفة توي دخلوا لانستغرام الجروف فيسبوك والأفاش فيسبوك يتلقاهم تحته في صندوق الوصف عابوني فيها ما قده باش يلحق لكم كامل جديد كما راكم تشوفه جي بزا في الشاهي من الداخل ولدو كالحقنا نهاية الفيديو مبقى علي غير نقول لكم تهلا في روحكم سنو الوصفة اليوم جاي ان شاء الله وصحة في طوركم